اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وبنحب بفكركم ان لو فاتيته فقرة او فاتيته اي فقرة تانية في اليوم ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة باللغة الانجليزية ومكان العين رقم 3 باللغة الانجليزية ممكن تتواصلوا معنا على تويتر او على فيسبوك نهارك سعيد برضو علم الفلك من العلوم اللي برع فيها الفرعنة المصريين القدماء من قديم الازل واستخدموه في مناحي كثيرة جدا في حياتنا ويمكن من ابسط الامثلة على ذلك انه الاهرامات الجيزة مبنية على الاتجاهات الاربعة بالمقاس لكن الفلك مش بس بيأثر علينا مجرد في الاتجاهات لكن ابسط تأثير ليه ابسط تأثير لكوكب صغير علينا هو الامر الامر بيأثر علينا مد وجزر على كرة الارضية كلها بيعمل مرتين جزر ومرتين مد على الارض لكن بما ان احنا خمس اسداس جسمينها مية فاحنا كمان بنتأثر بالامر ومش بالامر بس بنتأثر بالكواكب كلها هيكون معنا النهاردة مشرفنا دكتور مسلم شلتوت استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية واجهة وفيزيقية وهيكون معنا استاذ محمد شمروخ وعضو جماعية الفلكية المصرية وممثل عن الوفد المصري بالمؤتمر العاشر العربي العاشر لعلوم الفلك والفضاء اللي هو اخذ في مصط هذا العام صباح الخير يا ده كده صباح الخير لو اتكلمنا الاول عن الفلك نعم وقلنا ايه اهميته اللي قاعد بيتفرج علينا عشان يقعد يتفرج علينا بالنسبة للفقرة هو الفلك بالنسبة لغالي بيت الناس هو الابراج اللي بتغيرها في الجرائط لكن الفلك بمفهومه العلمي يهم الانسان البسيط اللي قاعد في البيت الفلك العلمي اولا هو علم طبيعي زي الفيزياء والرياضة والبيولوجي والحاجات دي ما ذكرت حضرتك على الابراج ده هتمنى يكون صحيح ده تنجيم والتنجيم نوع من الشعوزة وغير معترف به علميا يعني نعم انا بتكلم على المقدمة مش بتكلم على الابراج فالعلم الفلك هو ما نقدرش نفصله عن علوم الفضى الان وانحنا في عصر الفضى يعني عملية ان احنا نبعت سفن فضاء الى القمر وهبوط الانسان على القمر في سنة تسعة وستين وبعدين بعد كده غزوا الكواكب الاخرى زي كوكب المريخ وانزال المركبات عليه وايضا انزال المركبات على الكواكب الاخرى لمعرفة تكوين الغلافة الغازي بتاعه فعلم الفلك اللي انا عايز اقوله هو الكون بنعتبر احنا ما عمل لنا فائق التكوين ما نقدرش نعمل واحد زيه على الارض يعني ما يجي يقوله ان المادة في حالة بلازمة ودرجة الحرارة فوق العشرين مليون درجة مقاوية والضغط عالي جدا والمجال المناطيس عالي جدا ما قدرش يعمله على البتالي وعلى فكرة انا اعتقد ان انا ما فهمتش والناس اللي عادة ما فهمتش الجملة الاخرانية فحضرتك قلت حاجات كتير قوي يعني برضو محتاجة تفسير يعني فعشان انا ادرس المادة اللي هي حالة البلازمة والحالة سوبر بلازمة يبقى لازم اخد الكون كمعملية بحل المشاكل دي دي حاجة تانية بالنسبة لغزو الفضاء احنا بناعتبر ان كوكب المريخ ممكن يكون هو العالم الجديد بتاع سكان الارض زي ما كانت امريكا من حوالي 400 سنة هي العالم الجديد بتاع العالم القديم اللي عادة هل صحيح ان انت اتشاف كوكب مشابه لكوكب الارض في الظروف المناخية تماما الكواكب اللي هي شبيهة بالارض كلها كواكب خارج المجموعة الشمسية فعملية السفر اللي هي صعبة جدا لكن من الناحية النظرية فيه كواكب كثيرة جدا داخل المجرة وخارج المجرة شبيهة بالارض والشبيهة بالارض يعني معناه انه ليه غلاف غازي ليه سطح اه سولد صلب ولازم يكون فيه ماء سائل لان الماء السائل هو بداية الحياة من غيره لا يمكن ان تبدأ الحياة طيب دي كانت مقدمتنا للكلام لكن خلونا نرجع لكلام عن المؤتمر العربي العاشر لعلوم الفلك والفضاء ودكتور محمد شمروخ لو اسأل حضرتك كتير من الناس ما يعرفش ان جامعة الدول العربية عندها اتحاد عربي لعلوم الفلك والفضاء امتى اتأسس الاتحاد وهل بيضم كل الدول العربية اولا انا مش دكتور انا راجل بدرس الفلك بشكل هاوي جدا وبشتغل فيه تبسط العلوم في هذا المجال وعلاقتي بالمؤتمر يمكن هسيب السيد دكتور مسلم يتكلم عن الاتحاد الفلكيين ده تاريخ يعني معروف للفلكيين لكن اسمح يقولك عن المؤتمر نفسه طبعا كان ظاهرة كان ظاهرة ممتازة جدا اخواتنا واهلنا في عمان سلطنة عمان كان لهم دول رائع بصراحة مجهود غير عادي كان في ظاهرة غير عادية في المؤتمر وهو انه المؤتمر كله قايم على شباب عمان شباب عمان مستوعين مجرد شباب صغير سواء كانوا طلبة او موظفين او مدرسين بيحبوا الفلك اغلبهم اعضاء في الجمعية الفلكية العمانية برئاسة استنظة دكتور صالح الشيازي من جامعة سلطن قبوس وهما المؤتمر كله قايم على كتفهم تنظيما وادارة وكل جيد طبعا ده عمل شوية مشاكل في التنظيم طبعا عشان عدم الخبرة لكن في الاخذة كله اغتفر في ظل ان هما شباب متطوع وهاوي وحابب طب ايه الجديد في المؤتمر السنة دي الجديد والله هقول لك الحاجة الجديد ما انا ما اعتقدش ان علميا احنا فجرنا قنبلة جديدة مفيش يعني انجاز خطيرة الف المؤتمر لكن هو مجرد التقاء الفلكيين والتقاء الشباب مع بعض والتقاء العلماء بالذات من برا العالم العربي بالشباب العربي هو ده اللي كان جديد وكان مؤثر جدا بالذات كمان عملوا حاجة ممتازة اهلنا في عمان انه انه المدرسين المدرسين بتوع الوزارة التربية والتعليم كانوا جزء من المؤتمر جم يسمعوا الفلكيين جم يسمعوا مننا حاجات ولم يجي الوقت تسألني انا قدمت ايه في المؤتمر انا قدمت لهم محاضرة ساعة كاملة حوالين الاخطاء اللي موجودة في المراجع العربية والمناهج تدريس العربية فكانوا كمان يعني في تفاعل غير عادي بيننا وبين المدرسين ودي هرجع لحضرتك فيها بس هرجع لدكتور مسلم دلوقتي واسأله عن اهداف الاتحاد الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء اتأسس امتى تاريخه ايه الوصولا للدورة العشرة المحلية هو في بداية التسانيات الحقيقة كانت فيه الجمعية الاردنية للعلوم الفلكية كانت اه جمعية اصلا من الهوة ولكنها كانت جمعية نشطة جدا اه في عام اه خمسة وتسعين كان الدكتور حميد مجول النعمر هو رئيس الفحاد الان بيشغل منصب اه رئيس معهد بخوص الفضاء في جامعة الى البيت في المفرق هنا فاقترح انه ينعمل اتحاد عربي لعلوم الفضاء والفلك وفعلا اه اه كان فيه عدد من المؤسسين وتم اشهار هذا الاتحاد وبدأوا في عام الف تسعين تمانية وتسعين يعملوا اه مؤتمرات على مستوى العالم العربي في مجال علوم الفضاء والفلك وتابع لجامعة الدول العربية اه لا بعد كده احنا خليناه تابع لجامعة الدول العربية امتى انضم امتى انضم حوالي سنة الفين وثلاثة الفين واربعة وكان تابع لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية لو كان بيراسه الدكتور احمد الجوي طب اهدافه ايه فن البلد اهداف الاتحاد ان احنا عندنا في الاتحاد الكبير اللي هو الاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والفلك او الفلك بيبقى فيه حاجة اسمها الريجونال يعني كل منطقة اه بيكون اه كل اقليم بيكون اتحاد هزيه الاتحادات في مجموحها بتصوب في الاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والفلك فاحنا دخلنا في الاتحاد الدولي على اساس ان احنا اقليم عربي في كل البلاد العربية واصبح معترف بينا زي ما بيعترفوا بالباسيفك ويعترفوا بجنوب افريقيا والهند والصين فاعترفوا به في الاتحاد الدولي الفلكي اي او الهدف من الاتحاد اولا ان احنا الفلكيين العرب وهتى علماء الشارع مبعد كلنا هنتعرف على بعض ونعمل تكامل مع بعض ونعمل ما فيش بحس مقرارة يعني دي الحاجة التانية اللي هي نشر الثقافة الفلكية عن اه الشعوب العربية يعني مثلا الجزائر اصبح فيها تلات جمعيات للعلوم اه الفلكية اه عندنا ما فيش بلد عربي ما اصبحش فيها جمعية احنا كان اول جمعيا عملت للفلك في مصر سنة حوالي الف ستعمية خمس سبعين ساعة ما قدت بحضر للدكتوراه وللاسف انها متوقفة بقاها خمس سنة واحد وما ابتدئنا ان احنا نفعل الاتحاد ما كانش حد من مصريين اه مشترك غيري لكنه بادي الاول مرة الاقي فوق من سبع مصريين يروح معايا وده كانش اه رائع جدا. جميل. طيب لو خدنا حد من السبع المصريين يا استاذ محمد سامروح كلمني عن الاخطاء او المحاضرة اللي حضرتها في القطة هناك بخصوص الاخطاء في المناهج الدراسية العربية. اه والله هو احنا نرده عندنا مشكلة جمدة جدا انه لو بنتكلم عن تكوين بقى فكر علمي حديث وتفكير علمي وكده لازم على الاقل الناس تبقى عندها حتى مفاهيم علمية مزبوطة يعني على الاقل يبقى عارف يعني ايه كوكب يعني ايه نجم. المشكلة نرده في العالم العربي ان حتى هذه المفاهيم البسيطة جدا مع الاسف الشديد بتقدم خطأ مش بس في الاعلام وده كثيرا ما بيحدث لكن وصل الامر كمان انه حتى في المعجم الوسيط وهو اصدار المجمع مجمع اللغة العربية مع الاسف حتى بعض التعريفات يا اما قديمة جدا يا اما بعضها خاطئ كمان زي مسلا لدرجة وصل لتعريف عطارد في مجمع في المعجم الوسيط بانه نجم من السيارات التسعة. لدرجة كمان برضو كلمة حتى كلمة سيار في حد ذاتها هي كلمة قديمة لا تناسب العصر الحديث في تعريفنا للكواكب او للنجوم او ما الى ذلك هي كلمة جات من كلمة واندرب الانجليزي المتجول. فكانوا زمان مش مفرقين ما بين النجم وبين الكوكب بس الكوكب حركته سريعة فظنوا ان الكوكب بيتحرك والنجم ثابت. فكلمة حتى سيار كلمة قديمة يعني لم تستخدم الان لان النهاردة النجوم بتتحرك المجارات بتتحرك الكوكب بتتحرك كله بتحرك. فيا اما التعريفات قديمة يا اما التعريفات خاطئة. وصلنا بقى النهاردة كمان مش بس كده. بقى مقدمتي المقدمة اللي انا قلتها في الوقت صح? لا كده غيرت. القمر مش كوكب قمر تابع. اه اه اه. لكن طبعا الموضوع الجذبية مصبوط جدا طبعا. بالحمد لله. ممتاز يعني. المرة جانا اخذك معانا عمالر. لا هي الفكرة فعلا في المصطلحات العلمية الجديد فيها او التحديدات محتاجيني دخلها فعلا. اسمحي اوضح لك الازمة الحقيقية بقى بقى فين كمان الاكتر ان هي وسطت منها جيت تعليم. هنا بقى المشكلة. يعني يعني منها جيت تعليم. طبعا مش هقدر اشرح قضايا فكرية كبيرة في الفلك. لكن على سبيل المثال. اه يعني سنة اولى مثلا سنة اولى اعدادي مثلا في المدرس المصرية الدرس الاجتماعية. اه عملوا بانوراما للاولاد قبل ما يكلموا عن مصر او عن الوطن او كده انهم يكلمون عن الكون والفلك. فكان مليئ بالاخطاء العلمية. وكان وكان فيه احيان كمان لان اللي كتب ما احترامنا الشديد للجميع غير متخصص كان كمان بيحط الطالب والمدرس في ربكة. بانه يجي في اخر الدرس مسلا يكتب جملتين. الجملتين غلط. ويقول له هل تعلم او اكتشف او ما الى زرج. فيقول جملتين خطأ. لا هو شرح. فالمدرس عنده رؤية للموضوع. ولا الطالب عنده اه قدرة ان هو لما يفهم. ايه تاني ايه تاني من من الاخطاء اللي احنا ممكن يعني ممكن نسلط على الدوء بشكل سريع. بشكل سريع جدا. اه هولك الحل لو انت عايز بشكل سريع اكتر من الاخطاء. وانا اتمنى انه يعني يكون حد من وزارة التعليم دلوقتي يشايفنا. وانه يريد يبقى فيه تواصل مع علماء الفلك. عشان نصلح الحاجات دي بدلا ما يبقى كتبنا فيها حاجات غلط ومحتاجها لتصحية. اه 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 خطيرة جدا لان انا في يوم ايام اتصلت بي المصر اليوم. اه. قالوا ان اه في كتاب بيدرس. وزارة الترباع والتعليم. ومكتوب في ان اه الدوق بيصل من الشمس الى الارض في ثمن ثواني. ومبروضة هي ثمن دقايق. اه. وحطين قيمة غلط لسرعة الدوق اللي هي ثلثمية الف كيلو متر في السنة. اه. فطبعا ان ده ينحط غلط. ويجي الطالب يدرسه. والمعلومة تثبت في دماغه. ويتأسس عليه. ويتأسس عليه. ويتأسس عليه. يبقى ده تهريك. هتا الكتب اللي فيها المناهج لابد انه يكون فيها مراجعة من الناس اه الفلكيين. اه اللي في الجامعة او في مراكز البحث. نتمنى يا دكتور مسلم. وسؤالي لحضرتك اه امتى هتعزم دور اه للتحاد اه للعلوم الفلك والفضاء. لانه الموضوع بيتجاوز بقى كمان الاخطاء اللي في الكتب المدرسية. نعم. لاشعاعات كثيرة تقال ومنها مسلا كان حكاية المزنب من فترة وانه هتبقى نهاية بالارض وانه ساستضم دينا. كنت رفضه في كل وسائل. طب ليه ما بتطلعوش توضحوا الحاجات دي يعني ايه صدق? انا عن نفسي انا طلعت كتير يعني في فازك هنا. لكن المشكلة ان في ناس مصرعة لان اه اتناشر اتناشر الفين واثناشر دي نهاية العالم. على امي اساس بقى. ده كلام فعلا. هما بقولوا ان اه اه الماية اللي هما سكان امريكا الوسطى. اه 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 كانوا عاملين تقويم والتقويم ده بينتهي في اتناشر اتناشر الفين واثناشر. هو كانوا بارعين في الفلك. اه. محطوا تقويم لكن ما قالوش ان نهاية هذا التقويم معا نهاية العالم. ده مجرد اه كانوا حسابات بيوضحوا فيها اه عمليات الكوسوف. بالنسبة للحسابات نحن بقى كفرعنة. انا لنا حسابات برضو. يعني انا دلوقتي اعتقد ست تلاف خمسمية وحاجة يعني. لا غير ست تلاف خمسمية وحاجة. الحاجة العلمية الوحيدة العظيمة. اللي ورسها الفرعنة للجنس البشر كله. اللي هو التقويم الشمسي. كان كل العالم في الحضارات القديمة العرب وبين الرافدين والفنقيين والرومان كلهاته مشى على التقويم القامري. الذي مش بيطابق مع فصول السنة. لما جه يوليوس قيسر مصر. وبعدين اه الواحد عالم فلكي في مكتب اسكندرية اعمال لتقويم اه شمسي. بحيث الامبراطورية كلها تمشى عليه. فانحط التقويم الشمسي هو سمي بالتقويم اليولياني نسبة الى لوليوس قيسر. اغاد ما تم تعديله. في عهد البابا جريجوري. ويسمى دلوقتي بتقويم جريجوري هو التقويم المعد. طيب. فهم بيعتبروا ان اعظم شيء ورسته الحضارة الفرعونية الى العالم كله. اللي هي التقويم الشمسي. طيب دكتور مسلم ختاما لكلامنا حضرتك باعتبارك احد اهم علمائنا في الفلك حضرتك محتاجين ايه علشان نقدر نرفع التوعية بعلم الفلك ونصلح الاخطاء لو قلنا في واحد اتنين ثلاثة وكلام حضرتك يا رب يوصل للمسؤولين اللي هو ما حضرتك ختاما لكلامنا يعني محمود باشا الفلكي اللي هو كان مؤسس علم الفلك الحديث في مصر هي محمد علي انا ارف الكتاب بتاعته مناهض كبير وعالم كبير ضد عمليات الجهل والشعوزة والتنبؤ بالابراد انا مش عارف ازاي بعد ميتين سنة من هذا التنوير العظيم لمحمود باشا الفلكي رجعت في معظم وسائل الاعلام لدرجة ان انا اشوف ناس كتير يقولك عالمة الفلك هي لا يمكن تكون عالمة المطلوب ان الاعلام ما يسمحش الدولي انهم يتلموا عن الابراج وتوقع الحياة الناس ومستقبلهم ويربطوها بالابراج لانه ده نوع من الشعوزة نوع من الشعوزة احنا الحديث المطلوبة برضو المطلوب قوي وده اللي قلناه في المؤتمر انه الفلكيين تقدموا بأنفسهم انا قلت يعمل بسا كتاب مرجعي يوزع في المدارس سنة اولى اعدادي على سبيل المثال في سبيل انه يبقى زي اطلس العربي اللي كنا بناخده في المدرسة زي قاموس لونج يبقى مرجع لكل الاولاد يفتع عيونهم على التعريفات الصحيحة على الثورة المظبوطة ويبقى كمان يعني في جزء عن كوكب الارض والجيروجيا بحيث نأسس فعلا اجيال تحب العلم ما هواش نتمنى ونتمنى يكون مسؤولينا في وزارة التعليم سمعين هذا الكلام والاعلام نكون كلنا سمعين علشان محتاجين ده جدا مايبقاش عندنا اميه مايبقاش عندنا حاجات مكتوبة غلط في كتبنا الدراسية دكتور مسلم شلتوت أستاذ الفلك بالمعهد القومي لبحث الفلكية والجري وفي ديقية نورتنا أستاذ محمد شمروخ عضو الجامعية الفلكية المصرية ومصر عن الوفد المصر ومتمر نورتونا ونتمنى لكم التوفيق شكرا مشاهدينا دي كانت فقرتنا فقرتنا في نارك سعيد مستمرة لكن هنسبكوا مع تقرير عن معرض الفنان أحمد شيحة أقيم بدار الأوبرا المصرية معرض الفنان تشكيلي أحمد شيحة بعنوان مصر أولا عبر فيه عن الأحداث اللي بتمر بها مصر في فترة الأخيرة نشوف التقرير ونرجع لنكمل بقية فقرتنا في نارك سعيد تابعون ترجمة نانسي قنقر